والصين ما عندهاش المشكلة اللي عندنا الصين منتشرة على ارض الصين انا ما زلت مصر على ان تنجيات ووراء الشجر لا ارضا هم صادوا صادوا ليه بالقوة البشرية وليس بالقوة المكن لا هم لانهم اشتغلوا انتجوا احنا انتجش لان نص الشعب عايش في القاهرة واسكندرية والمنصورة والعواصل يعني فكرة ان الحكومة انا انا شايف ان الحكومة اولا اعيز اقول حاجة يعني بالطبيعة قريدي النهاردة بقى كل المثقفين في مصر او حتى الفلاحين بيتافي بولد او اتنين او او تلاتة او اربعة على حصف يعني ما عادش سبعة او تمانية او عشر او عشر او عشر ما اختلفناش انت 2011 كنت بتزيد مليون كل سنة 2012 بدأت تزيد السنة اللي في 2017 زايد اتنين او بعد اتنين مليون في عشر شهور اتنين مليون وشوية زايد اتنين مليون في عشر شهور او ما عامل ايه بدل ما اقول للناس بطلوا تخليفو انت عارف لو قلت بطلوا تخليفو الناس هتخلف اكتر خلي بالك انا جاع بعد لا بالقانون احنا لا قانون ايه مين اللي هيعمل قانوني خليني ما خليفش ما تصرف هونت عاد تبتدعم احنا ان شاء الله نشير الدعم احنا ان شاء الله ما عادش الكلام ده ايو 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 يا فندم احنا المفروض احنا في اتجاهنا لاننا نرتقي بمستوى الدول اقتصاديا فعشان ترتقي بمستوى الدول اقتصاديا الدعم للناس بتاخده ما تستحقوش المفروض يتحول للدعم للناس بتستحقه يعني فيعنا المناطق الفقيرة وللناس الفقيرة هي اللي تاخد الدعم بس الاغنياء ما ياخدوش دعم انا بطالب كده الدعم لازم يتحول من دعم عيني بي السرأ وهو سبب المفسدة يتحول الى دعم عقليا ده حصل يعني احنا يعني انت عايش مثلا في بيت وتدفع انتك اللي هو انا محمد قولها ربعان انا دفع 2000 جنيه كهرباء في الشهر الميا زادت بطر بعض الناس بتقلل استهلاكها من الكهرباء وكده هنوفر الكهرباء برضو وهنوفر انا شايف ان المشكلة اصلا على الحكومة الحكومة هي السبب الرئيسي فيما نحن فيه المفروض ان احنا التسعين في المية ولا التنين وتسعين في المية من مصر الصحراء المفروض نعمرها وبعدين نوزع الناس ازاي هوزع الناس انا ما هقدرش اقولك سيب القاهرة وعيش في سيناء او عيش في جانوب الوادي او عيش في مرسى مطروحة او عيش في الصحراء لكن انا اعمل لك وانا عايز اقولك الى حاجة فيه اتجاه للرئيس السيسي وانا بشكره على الجزئية دي لانها مهمة جدا اللي هي انشاء الطرق والمحاور الجديدة بتنشئ مجتمعاتهم فالطرق اللي اتعاملت في الاربع سنوات الاخيرة الحقيقة انا شايف انها هتخلق مجتمعاتهم القاهرة الجديدة ده مشروع يا سياد النائب ده مشروع احنا انا بيجيلي في المركز دلوقتي شاب لسه متجوز فدلوقتي بيقول لي يا دكتور اخلف كل سنة ولا كل سنتين ولا كل ثلاثة ولا اعمل ايه لا 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 سواني يا دكتور سواني يا سياد النائب لا يا سياد النائب مظلومش الولد دلوقتي لسه مش فاهم حاجة بقول لي اول حاجة انت شغال ايه بتكسب كم ساكن في كم شقة كم قوضة طموحك ايه صح بلاتك عندك امسانة بلاء انا عليه بلاء انا عليه بدل ما يروح دلوقتي المدارس المدارس بيكام النهاردة انا معلاش باحترامي مستوى التعليم متدن المدارس با مشكلة انا وزير التربية والتعليم اللي حايز يلقي والتعليم الدين انا مش باعي بالتعليم على سياد التعليم مادة الدين اللي اتلقت في المدارس انا انا ضدها وا انا مع التلميذ في المرحلة الابتدائية على وجه التحديد لازم يدرس مادة الدين ويعرف دينه سواء الدين الاسلامي او الدين المسيح لحظة 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 أخر مداخلة جهاد أخر مداخلة جهاد اتفضلي